أهلا بكم مشاهدينا في جديد أزمة الطاقة أعلنت مجموعة غاز برومة الروسية إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا نوردستريم واحد إلى أجل غير مسمع وكان وزراء مالية مجموعة السابع قد اتفقوا في وقت سابق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي في خطوة تهدف إلى تقليص الإبادات التي تمول حرب روسيا على أوكرانيا وفق بيان المجموعة ساحة المواجهة بين الغرب وروسيا في سوق الطاقة الدولية تزداد اتساعا في خطوة تهدف إلى تقليص إرادة موسكو من النفط التي عللتها الدول الغربية بتمويل روسيا الحرب على أوكرانيا وزراء مالية مجموعة السابع تتفق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي في اجتماع عبر الأنترنت دول المجموعة وحلفاؤها تريد مواجهة حاسمة مع موسكو يقول وزير المالية الألماني روسيا تستفيد اقتصاديا من حالات عدم الاستقرار بشأن أسواق الطاقة التي سببتها الحرب وتحقق أرباحا كبيرة من تصدير النفط ونريد مواجهة ذلك بشكل حاسم مجموعة السابع في بيان قيمتها الافتراضية تتجه نحو وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ حضر شامل لخدمات النقل البحري التي تستفيد منها منتوجات الطاقة الروسية على مستوى العالم ولن يسمح بتوفير خدمات النقل البحري ومن ضمنها التأمين والتمويل إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر الذي يحدده التحالف الغربي وفي رد فعل على قرارة مجموعة السابع حذر الكريملين من أن فرض الدول الغربية سقفا لسعر بيع النفط الروسي سيزعزع استقرار سوق النفط العالمية المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين إن الشركات التي تفرد حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي رد فعل آخر ربما ليس مصادفة شركة غازبروم الروسية تكتشف عطلا في آخر التوربينات التي تعمل وتعلن عن إغلاق توريد الغاز إلى أوروبا عبر نورت سريم وان إلى أجل غير مسمى إذن للنقاش الضم لنا من موسكو رولاند بيجاموف الكاتب الصحفي وأيضا من بريكسال محمد رجاء بركات البحث بالعلاقات الدولية أبدأ معك أستاذ نورت سريم واحد يغلق إلى أجل غير مسمى كيف ستتعامل موسكو مع هذا المستجد في الأزمة الروسية مع الغرب وهل من حلول لديها؟ إلي أم لزميل؟ إلي اسمعوني ضيفي الكريم محمد رجائي بركات سؤالي إليك نتحدث الآن عن إغلاق إلى أجل غير مسمى نعم نعم سؤالي هو إغلاق نورت سريم واحد إلى أجل غير مسمى كيف ستتصرف الغرب مع هذه الخطوة الجديدة التي تتخذتها موسكو؟ هذا القرار يأتي ردا على القرار الذي تمنته مجموعة الدول السبع والقاضي بوضع سقف حد أعلى لأسعار النفط المستورد من روسيا الآن ماذا تتوقع دول الاتحاد الأوروبي والدول السبع من روسيا؟ في الواقع كافة التصريحات أشارت إلى أن هذه الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبي تريد الحصول على أكبر قدر من الاحتياطي سواء النفط والغاز كي يتم استخدام هذه المواد خلال فصل الشتاء القادم ولكن في نفس الوقت هذه الدول مستمرة في دعم أوكرانيا وتتمنى مواقف ضد أوكرانيا فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي كان عليها أن تتوقع من روسيا أن تتمنى هذا الموقف فالعداء الذي ظهر مؤخرا واستمرار الحرب واستمرار الدعم الأوروبي والأطلسي لأوكرانيا جعل روسيا وجعل الرئيس بوتين يتمنى قرارات كهذه هذا الأمر كان متوقعا تقول الأستاذ محمد رجائي بركاته دعنا نسأل السيد بيجاموف من موسكو إلى أين يمكن أن تذهب روسيا في هذه العقوبات أو في هذه الحرب على الطاقة اليوم هل استوفت كل أوراقها المتاحة بإغلاق إلى أجل غير مسمى لنوردستريم 1؟ أولا وقبل كل شيء تحياتي لكم والديفكم الكريم وللمشاهدين تصادف هذا القرار من قبل القاسبروم ما قرار مجموعة الصبع فيما يتعلق النفط ولكن هناك هذين الملفان منفصلان مرتبطان ولكن منفصلان لأن تضافرت هنا الأسباب التقنية والسياسية الملف القاسبروم تم قفله هذا التوربين يشتغل لمدة ألف ساعة ثم تتم الصيانة الدورية واكتشفت هناك أن هناك أعطال في المحرك تسرب الزيت وهذا بخضوري ممثلا من شركة سيمينس الألمانية وطالبت خيات الرقابة الروسية طبعا حفاظا لسلامة المشروعة وكما هو المطلوب لوقف المشروعة وتم بث رسالة إلى الشركة الألمانية سيمينس اندستري حول هذا الموضوع ويجب أن الشركة هذه أن تقوم بإجراءات لأن لا يمكن صيانة هذا التوربين وهو التوربين الأخير خمسة توربينات أخرى أيضا موقوفة أخذوا التوربينات موجودة في ألمانيا حتى اليوم ما في المستندات المرفقة لم يتم استثناء هذا التوربين من الأقوبات الغربية إذن ما نشهده هو معمان الحرب الاقتصادية ضد روسيا وروسيا تدافع عن نوسها وشيء طبيعي جدا هناك ألوتنا لذلك أو تنشير نعم بعجلة سيدي هل كانت هذه الأعطال تحصل سيدي هل كانت هذه الأعطال تحصل قبل الحرب الروسية على أوكرانيا وقبل العقوبات التي صلاتها الغرب والولايات المتحدة الأربيكية على روسيا نعم واضح إذن جمال نعود إلى ضيف كانت هناك مثل هذه الأعطال نعم دعنا نعود إلى السيد رجائي بركات مجموعة السبع وهذا خبرنا الأول في اليوم تقرر وضع ثقف لأسعار الغاز الروسي ولكن روسيا هي بالفعل تصدر الغاز إلى الهند وإلى الصين بأسعار منخفضة بالتالي ما جدوا هذه الخطوة من طرف مجموعة السبع تحديد في الواقع الدول السبع تريد أن تضمن استمرار تزويدها بالغاز والنفط بأسعار منخفضة ومعروف أن روسيا كانت تصدر الغاز والنفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا عندما كان هناك المؤتمر الصحفي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا بحضور المستشار الألماني والرئيس بوتين الرئيس بوتين قال للمستشار الألماني لديكم مصالح هامة اقتصادية معنا نبيعكم النفط والغاز بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار في السوق الدولية إلى آخر فبالتالي ليس من مصلحتكم أن تدعموا أوكرانيا وأن تندلع هناك الحرب وكان هذا خلال مؤتمر الصحفي تم عقل ولكن لروسيا بدائل في الهند والصين والأسواق الأسيوية بالتالي ما جدوى هذه الخطوة مرة أخرى طبعا على ما يبدو أن روسيا لديها فائد من الأموال نتيجة لبيع الغاز والنفط خلال الفترة السابقة وهذا الفائد حسب بعض المعلومات أنه لأول مرة تحصل روسيا على فائد بهذا الحجم وبالتالي هي لديها الأموال المتوفرة ومهما كانت العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا أعتقد أنها لن تتأثر وتدهور العلاقات وزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا هذا سيؤثر بشكل سلبي أكثر على دول الاتحاد الأوروبي نعم في هذه النقطة بالذات سأسأل أستاذ بيجاموف هل روسيا تعتبر متضررة أيضا من هذه الخطوة؟ أين سيذهب الغاز الروسي؟ طبعا هناك سوق صينية وهندية ولكن السوق الأوروبي سوق كبير جدا ليس فقط السوق الصينية والسوق الحندية وغيرها من الأسواق مما يطلق عليه الجنوب أو الشرق الكبير الجماعي ولكن في روسيا نوسها هناك المناطق التي الغاز فيها غير متوفر وهناك الآن برنامج لإعادة تزويد الأقارات في روسيا بالغاز الطبيعي الروسي بدلا من إرساله إلى الدول الأوروبية التي لا تخترم الشعب الروسي وتشن ضده خربا اقتصادية ونحن في روسيا لدينا اليوم قد تخصدوا على 670 ألف طلب لتزويد الأقارات بالغاز شكرا لك رولاند بيجاموف الكاتب الصحفي وأيضا محمد رجائي باركات الباحث بالعلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم شكرا لكم